مرحبا اليوم عدنا الحلقة الرابعة على الشعر الطبيعي هاي الاربع حلقات متسلسلة فقط راح تكون على الشعر الطبيعي اليوم شنو نسول في شنو عدنا موضوع موضوعنا اليوم عن ميش او تخصيل الشعر الطبيعي احنا بالحلقات السابقة شرحنا ان كان التسريع العفوان عفوان ان كان انه نريد نسوي مرحلة تفتيح واحدة للشعر الطبيعي وان كان سوينا مرحلتين تفتيح يعني مرحلة تفتيح عسلي ومرحلة صبغ العسلي مرحلة ثالثة اخذنا ربط بين التسريح وبين صبغة المراحل اليوم عندي شي مهم ايضا راح اصالف عليه اللي هو التخصيل ان كان بالسيليفون او ان كان بالكوب عن طريق الالوان العسلية للشعر الطبيعي يجا تزابونا او انتي حضرت شعرش ما مصبوغ نهائيا وتردين تفتحين شعرش و بنفس الوقت تسوين تخصيل بالكوب او بالسريفون راح نجي نطيكم ملاحظات صغيرة كلش بسيطة وكل سهلة شنو نسوي اول شغلة هذا الموضوع راح تكون عندي طريقتين و الطريقتين اثنين حلوات اشرح الطريق الاولى اللي يريد يتصير الامر مبسط عليه لازم يشوف الحلقات السابقة قوانا دا سوي لكم ميها حلقات قصيرة شنو الامر؟ هذا شعر طبيعي اسود شعر طبيعي اسود نهائيا ما مصبوغ لا مصبوغ حنه ولا بي عشبة ولا بي بنفسجات ولا بي حمرات ولا بي بنغامق ولا بي اسود مزرق ولا اسود ولا عشبة ولا ايشي شعر عذري نهائيا ما مصبوغ اجت الزبونة عروسة خلي نقول او اي زبونة شنو رادت هذه الزبونة ارادت تسوي لون و تسوي تخصيل ش راح اسوي راح اسوي لها واحدة من هدول الطريقتين طريقة الاولى شنو تقول تقول انو راح اختار اشقر رمادي فاتح او اشقر رمادي فاتح جدا اخلطوا ايه العشرة عشرة بوين صفر اخلطهم هذول اثنيناتهم مع اوكسجين 30 مع ست ملاعق صغيرة مصحح اخضر اوكي ما يقارب عشرة مول اثناش مول اخلطهم زين وخليهم عشعر خمسة واربعين دقيقة راح احصل على لون عسلي للشعر بعدها شنو راح اسوي راح اسوي راح اجي اخصل الشعر راح اجي اخصل الشعر عن طريق الكب او السليفون خلصت التخصيل كملت شنو اسوي النوب على المخسلة اسوي رينز للخصر اسوي رينز للخصر الرينز منين يتكون راح اجيب اشقر رمادي متوسط مع اوكسجين 30 مع ملعقتين صغار اخضر مع ملعقتين صغار ازرق اخلطهم سوا وادلك الشعر بيه على المخسلة مدة ربع ساعة ادلك الشعر فقط اللي مميش فقط اللي مميش يعني الكب بعدها موجود او اذا جنتم سوي بالسليفون اخذ بس الخصر اللي بالسليفون واسوي لهم هاي نسميها عملية الرينز واقدر بنفس الطريقة بنفس عملية الرينز هاي شنو اسوي اسا اخلط وياهم الشامب الازرق واضح خلصت الطريقة الاولى الطريقة الثانية شنو اسوي صبغت عسل وكملت وخلصت شنو اسوي وراها اميش اخصل الشعر كليته خلصت التخصيل اخصل الشعر على المخسلة واشسوره واكمله واجي اصبغ الشعر كله راح اجي اصبغ الشعر كله راح ينطيني اللون القاعدة اللون عسلي كلش حلو راح يروح لي على الالوان البيج راح يروح لي على الالوان البيج يعني شنو راح يكون القاعدة راح تكون القاعدة هيش لون بيج كلش حلو تمام والخصر شنو راح تكون والخصر راح تكون فلجية بشرط استعمال بلون در واكسجين نوعية درجة اولا وستعمال اصباغ درجة اولا شنو عملية الصبغ اللي راح تكون بعد الميش راح اعيد الخطوات أول خطوة راح أخذ أشقر رمادي فاتح وأشقر فاتح جدا جدا وأكسجين تركيز 30 و 6 ملاعق صغيرة مطفي أخضر أخلطهم أخليهم على الشعر 45 دقيقة أخسل الشعر أشسوره النوب أميش الشعر أخلي الكب وأسحب الخصر اللي أريدها وأخلي بلوندر وأكسجين وأخليها على المغسلة أخسل شعرها وأكمل أوخر الكب من شعرها عفوا وأخسل الشعر وأكمل أشسوره يكون الشعر يابس أجي أصبغ شرح أصبغ راح أصبغ أشقر رمادي متوسط أو أشقر رمادي متوسط مع ثلج رمادي أو أشقر رمادي فاتح مع ثلج رمادي أو أشقر دخاني فاتح أشقر دخانه متوسط مع من؟ مع ثلج رمادي أصارتين أكسجين تركيز 30 ملعقتين صغار أخضر ملعقتين صغار أزرق أخلط هنزين وأصبغ الشعر كليته وأترك الصبغ على الشعر 45 دقيقة الخصر ما ستكون لونها؟ سيكون لون الخصر على ثلجي على ثلجي رمادي اللون فاتح كلش حلو القاعدة الشر راح تتغير والشر راح تكون راح تكون على الألوان البيج راح تكون على الألوان البيج وخالية من اللون الأورنج خالية من اللون البرتقالي بشرط أنه مستخدمين أصباغ درجة أولا هذا اليوم درسنا أيضا بسيط ومرتبط بالحلقات السابقة اليوم الحلقة الرابعة الهنان راح نختم الدرس ركزتوا ويايا تمام خطوات سهلة وبسيطة ما يرادل هالشي بس يراد من أدكم تركيز وبنفس الوقت يعتاز منكم أنه متابعين الحلقات السابقة ثلاث حلقات سابقة وهي الحلقة الرابعة وعدنا حلقة خامسة إن شاء الله هم راح تكون عشارة طبيعة وبعدها نحول على بقية الأنواع الشعب لا تنسون تتابعونا على الإنستغرام على الفيسبوك اشتراك على القناة فعلوا الجرس تستفادون درس جديدة راح تكون هواية تختلف عن الدرس القديمة تحياتي لكم مع ألف سلام